بسم الله السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة في أحسن الأحوال إن شاء الله اليوم إن شاء الله سنقترح لكم واحد الفلان كغامل كي يجي يعني رائع بما تحميله الكلمة من معنى بدون مبالغة كي يجي أكثر من رائع سهل في التحضير وكي يجي كريمي ناجح يعني مئة في المئة كيف كتشوفو كي يجي رائع وبمقادر بسيطة وطريقة سهلة إن شاء الله ستوجدو هكا يجي أكثر من رائع والأطفال كي يحمقوا عليه وحسن الكبار كل شي كي يحمق عليه غادي نتاقل إن شاء الله باش نحتشوفو معي المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة اضفت لها واحد كأس ونصف ديال السكار غلاسي يعني كأس العنبة ونصف ما يعادي لوقع عندي كأس العنبة في 150 جرام زائد نصف ديال الميوخ مهم عندي كأس العنبة ديال العنبة ديال السكار الساني ده يعني السكار حبيبات درتها فوق النار ولكن النار تكون مهيلة كنصف على هذا السكار حتى يدوب حالا هكا كيف كتشوفو كنبقى نعاونو بحالاكه بات سباتفيل باش يدوب كنحرك بحالاكه بشوية بشوية حتى يدوب لا تخافوش منه اني يتحجر بحالاكه اما ما زالك ناقصي النار كنبقوا نحركوا بحالاكه ضروري غايت تختفيد الكويرات حتى كنحصلو على واحد كراميل بحالاكه كنناخدوا واحد المول ما كندهنوه ما تشي حاجه مول ديال الكيك كننصفو في ذاك الكراميل بحالاكه هو بقي سخون وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير ما يمكن خوي فيه ذاك الخالد كله ديال الكراميل غادي لبس ذاك المول كله بالكراميل كيف اتشوفو ما يبقى واحد شوية هنا غادي نضيفو غادي لبس المول بالكراميل باش مني نديرو فيه ذاك الفلانو كيبقى كيكون كله ملبس بذاك الكراميل غادي نبقى بحالاك نوزع فيه على جواني بحالاكه بشوية سخون بساف ردوا البال لحقشرة بقي سخون سراحة حسنا حرق نفيدتي ولكن كننسترح شوية وكنننقاد المهم شوية بشوية بحالاكه ومزو ما لخفصوه مهم خليه شوية حتى يبرد شوية ضروري اننا نوزعوه بحالاكه على الجواني بديل المول كلها يعني كنلبسو المول بتاك الكراميل كنبقى بحالاكه مستمر حتى نكمل ونحط هاد المول جاني بل حدايا وقد نوجد للمقادير الاخرى هنا بالنسبة للمقادير ديل الفلون عندي هنا واحد اترو ونصف ديل الحليب اترو ونصف هنا عندي واحد جوج هكا علب ديل الاكريم ليكيد ممكن انكم تديروا الاكريم فوية تلك تكون في العلبة بحال بحال عندي هنا واحد ثلاثة ديل السعشي ديل الفلون ديل الدرهم اتباع عندي المحلات لكشي ديل المغرب هنا عندي واحد الكاس قريبا ديل اللوز بالقشور ديله مسحته مزيان وطحنته على شكل بودرة صافي هادو من المقادير صافي كنناخد الكاسرول كنضاف لها اترو ونصف ديل الحليب وانسو ما ديكت سعالة بويتو تديرو نصف المقادير كتديرو نصف المهم هادا راكيعتاك واحد الفلون اللي زوين يعني الحجم ديلو معقول ديل كيكون فلون كبير شوية صافي ما بويتو تديرو غير الفلون صغير ولا تديرو فكو اوس ولا شي حاجا ديرو غير نصف المقادير وانسو ما بويتو نصف ديل الحليب وانسو ما بويتو نصف المقادير يعني الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ ممكن انكم تديرو ديك اللاك خيم اللي كتكون في الحك لاك خيم فويتو كتباع في الحك بحلقك ضيفو نصف ديالها ممكن انكم تستغنوا على لاك خيم ولكن هاد لاك خيم كسعطي واحد اللدة وواحد التكستير وكسعطي واحد المادة قرائع كسعطي كتخليه بمعنى انه يجي كريمي غني يعني كيجي كريمي سافي كنناخدو دوك اللي ساشي ثلاثة ديال الساشي كيف مكتلكم ديال الشينوى ثلاثة كنضيفوهم بحل هاكل داك الحليب هنا هاد لالفلون ديال الفاني يعني ما يكونش منسم بشي حاجة خرا هادا ديال الفاني سافي كنضيف دوك ثلاثة ديال الساشي وغدي نخلط لكل بحل هاكل انا ضفت هنا هاكل ثلاثة ديال الساشي غدي نضيف هاكل كيش كتشوفو سكر سانيدا هنا حيث عندي هنا هاكل تروى نصف ديال الحليب فضفت هنا هاكل ثلاثة المعالق سافي كافيين ديال سكر سانيدا يعني سكر حبيبات ضفت ربعات المعالق فهما كافيين بنسبة لهاد الحلاوة ديرو كتجي مع قولة زائد الكرامين اللي كنديرو يعني الحلاوة هي ايه ديك نحرك بحلقة من بعد غدي نحط الخاليات فوق النار ولكن ما غديش نغفل عليه غنبقى حداها مع التحريك المستمر باش ميلسقش ليه داك يتحرق ليه ويلسق ليه في الكاسر كنبقى نحرك بحلقة حتى كي يغلي صافي كنحيدو من النار وكنضيف لي داك اللوز هنا بقي سخون يلا حيدو من فوق النار ضغط لي هاد اللوز اللوز هادا كيف ما قلت لكم راح نخضر غير مسحتو مزيان وخليتو بالقشوف ديالو مسحتو وطحنتو على شكل بودرة صافي قدني نخلط بحل هاكا بشوية بشوية قد نخلط بحل هاكا صافي يعني سهل في التحضير وكيوجد في وقت واجيس وغير الوقت اللي كي ياخد شوية هو انه كيبقى في اللاجحة كي يبقى اجمد صافي هذا هو الوقت اما طريقة التحضير فسهلة جدا يعني مكياخدش وقت كبير وكيجي رائع زعماء كيجي رائع صافي هنيا من بعد ما قدي نحط له هنيا هاداك الخالدتي الحليب هادا الفلوم كان صبوه ضروري كان دير ذاك ملعاقة خشبية وكان صب بشوية بشوية باش ما كيسخصرش ليا ذاك الكغامير وكيسهرس كان بقى نصب حلقة بمساعدة ذاك الملعاقة الخشبية حتى كان عمر هاداك المول اشط لي واحد شوية انا احساب شي كاس ادرتو في واحد الكاس صافي هنا غادي نخلي فوق سطح العمل حسين يشد فراسو مندخلوش تلاجه دابا حسين يشد فراسو ويقصاح شوية ويبرد عادي غادي ندخلو للتلاج نخطوه بفيلم أليمون تغباش ما ياخدش لي الروائح ديال تلاجة وكيخليه حسا كيبرد مزيان ممكن انا خليتو صار حليلة كاملة قدرتو فلاشيه ولغتليه عدا جبته دابا هادا لانضوما في الصباح عدا جبته من الاحسن انكم تخليو ليلة كاملة باش كي يجي رائع وكيشد فراسو مزيان يعني كيجي عاقد يعني مش يديروه ساعة ولا ساعة سين وتجبدوه لا تخليوه يبات من الاحسن تخليوه يبات هدي نصيحة انا صراحة خليتو بات صافي كانت قنساعد بحلوكة بسكين الجواني بحلوكة بشوية باش ميتهرش لي باش منين نجي نديمو ليه يديمو له فاصيل مو صافي قدي نديرو فالطبسيل وقدي نقلب بشوية هادا العملية يجي رائع كريمي انا تعمت انا نخليه بحلقة ما بغيت نزينه بشي حاجة ممكن انكم زينوه بالفواكه مشكلة ممكن انكم زينوه باللوز غون كاسي او اللوز ايفيلي او خطوط دير الشوكولة دكشي كي بقليكم انتوما انا خليتو بحلقة سامبل بغيت نديرلي تشي تزين غينها قع جبنيس الشكل ديالو كيجي لا ميع وكيبري وكريمي مهم غدي انا خصي نقطع كتر من هاد الحجم باش المهم انتوما تقطع كيبقى ليكم انتوما كيف كيجي كنحركوا بحلقة باش تشوفوه را كيجي جامد بحلقة وكيجي كريمي وناعم يعني املس وكريمي في نفس الوقت وشد في راسه المهم صراحة عجبني بالساف وعجب حتى الاطفال وحتى الكبار كنتش يعجبهم وكي تكال صراحة في ساعته انتوما كيف كتشوفو نقطع باش تشوفو كيجي كريمي وعاقد وناجح مئة في المئة وولديد صراحة بذلك المزيج ديالوز وذلك الكريم ما ندرنا فيه فننصحكم ان شاء الله باش تجربوه وانتمنى ان شاء الله ان تعجبكم الوصفة وتجربوها وكيف ديمة الى عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من لايك واشتراك لما اشتركش معي في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد ونخلكم في رعاية الله وإلى فيديو قادم بحول الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة